مرحبا، أقدم لكم نشرة أخبار ألمانيا ليوم الاثنين الخامس عشر من شهر مايو أيار 2023 نتائج انتخابات مقاطعة بغيمن فاز حزب المستشار الاتحادي أولاف شولتس بانتخابات مقاطعة بغيمن وفي المقابل خسر حزب الخضر الكثير من الأصوات مع العلم أنه لأول مرة منذ ما يقرب من عشر سنوات تم إجراء الانتخابات بدون حزب البديل من أجل ألمانيا لأنه قدم قائمتين انتخابيتين متنافستين بسبب الصراع العميق في الحزب فتم استبعاده من الانتخابات تكريم زيلنسكي بحضور المستشار الألماني أولاف شولتس تم تكريم الرئيس الأوكراني فولو ديمير زيلنسكي بجائزة كال في مدينة آخن والتي تعد أحد أهم الجوائز الأوروبية شكر المستشار شولتس الرئيس الأوكراني وشعبه على دفاعهم عن القيم الأوروبية المشتركة وأكد أن بوتين بكل دباباته وطائراته وصواريخه لن يستطيع تحويل الأم الأوكرانية عن طريقها إلى أوروبا تم العثور على جثة امرأة مسنة على طريق ترابي جنوب مدينة هوون ملجن في مقاطعة زاكسن أنهالت تعرضت لهجوم ولسع من قبل عدد كبير من النحل أثناء قطف الزهور ولم يتم بعد تحديد هوية المرأة التي يتراوح عمرها بين 60 إلى 70 عاماً ولا تزال التحقيقات في السبب الدقيق للوفاة الجارية تدمير مدرستين في هاسن قام مجهولون ليلة الأحد بعمليات تخريب وسطه على مدرستين في مدينة فغيتسلا بمقاطعة هاسن حيث تحدث مدير المنطقة عن تدمير أعمى وأضرار جسيمة للغاية فحتى طفايات الحريق تم نزعها من مكانها ورميها على الأرض وستبقى المدرستان مغلقتان يوم الاثنين على الأقل للسماح للشرطة بتأمين الأدلة والتحقيق في الضرر ولم يتم حتى الآن تقديم أي معلومات عن الجنات كان معكم في التقديم مادلين وفي إعداد وإخراج النشرة إلهان بوزان شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء في فيديو قادم